تواجه الحكومة الجديدة تحديات غير مسبوقة بملفات ساخنة تنتظر حلول ناجحة ومبتكرة في عالم يموج بالتوترات والحروب والتنافسية ومنذ اللحظة الأولى بدأت الحكومة العملة كخالية نحل عن طريق العديد من اللجان والاجتماعات السريعة لوضع خطط قريبة وبعيدة يصابقون بها الزمن للوصول بالدولة المصرية اقتصاديا واجتماعيا وانسانيا إلى اعتاب جمهورية جديدة تحديات غير مسبوقة تواجه الحكومة الجديدة التي بدأت مسيرتها بملفات ساخنة تنتظر حلول ناجحة ومبتكرة في عالم يموج بالقلاقر والحروب والتنافسية وفي ضوء توجيهات الرئيس السيسي بالشفافية الشديدة ومصارحة الشعب بالحقائق كان لزاما على الحكومة الجديدة أن تضع برنامجا شاملا ومدروسا لتحقيق عوائد ملموسة في أقل وقت ممكن وعلى رأس تلك الملفات يأتي الملف الاقتصادي كرأس حربة تدخل به مصر حقبة جديدة تواصل خلالها مصاري الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وإفساح الطريق له وبدل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار وتضخم وضبط الأسواق كما وجه الرئيس السيسي بأهمية بدل المزيد من الجهود في ملف الحماية الاجتماعية بتوسيع مضلتها وضم المزيد من المستفيدين من الأسر الأكثر احتياجا بالاستناد لقواعد البيانات الخاصة بتكافل وكرامة وحياة كريمة واتباع نهج الدولة المتمثل في تقديم المزيد من البرامج التي تتسم بالطابع الحقوقي عن الإغاثي لضمان استدامة برامج الحماية الاجتماعية ولعل ضخ دماء جديدة حمل في طياته آمالا وتوقعات كبيرة من المصريين في ملف بناء الإنسان المصري حيث يتطلب هذا الملف اهتماما مضعفا لحل مشكلة الكثافة طلابية واستكمال مراحل مشروع حياة كريمة وبناء عدد أكبر من الفصول والمدارس ومكافحة التصرب من التعليم وتطوير التعليم الفني باعتباره قاطرة التنمية إلى جانب تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي ومن شأن الحكومة الجديدة أيضا أن تواصل الاشتباك في الملفات التي كانت تنخرط فيها الحكومة السابقة وآخرها وأهمها ملف العدوان على غزة التي لعبت مصر خلاله دورا مفصليا كطرف موثوق في المفاوضة وما زال عليها أن تقدم الكثير حتى تضع تلك الحرب الكارسية أوزارها ومنذ اللحظة الأولى بدأت الحكومة العمل كخلية نحل عن طريق العديد من اللجان والاجتماعات السريعة لوضع خطط قريبة وبعيدة يصابقون بها الزمن للوصول بالدولة المصرية اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا إلى أعتاب الجمهورية الجديدة